نحن عندنا مشكلة أكبر من هذا الموضوع مشكلة القتلى الأمريكان الثلاثة والخمسة وثلاثين جريح اللي انضروا على شمال شرق الأردن أو على سوريا يعني والوضع دي يصاعد ودي يتأزم يعني ذلك شفتني أنا تابع التاليفون لأنه ضغط أكو بأمريكا واليوم عطلعتهم أكو ضغط على بايدن أعتقد في طلب رد سريع على هذا الموضوع وإذا صار رد طبعا رح تتأزم الوضع بعد أكثر المشكلة بالنسبة إلى ذولة جنود المضروبي ذولة تمركزهم في قاعدة الركبان في شمال شرق الأردن لكن كانوا في مهمة عسكرية في التنف فيبدو أنهم انضربوا بالتنف اليوم المقاومة الإسلامية علنت عن أربع هداف ثلاثة منها في سوريا يعني التنف والركبان أعتقد مكان آخر أعتقد شمال يعني متجاه يعني ما أعرف البيان موجود عدي لكن يعني يبدو أنه ضربة التنف كانت ضربة قاسية يصار قد يعزز هذا الخطر في هذا الموضوع هناك رأي معين داخل أمريكا يقول لماذا تتركون أولادنا في العراق وسوريا بدون فائدة وهناك رأي أكبر وضاقط حوله أنه يجب تزديد الضربات وضربات قوية وخاصة الجمهورين يضغطون على الديمقراطيين الآن حتى وصلت إلى مرحلة الاستهزاء هذه مشكلة إذا كان صار راح يصير رد الليلة يعني أنا أتوقع سيكون ردا قاسيا الفصائل المقاومة الإسلامية في العراق تقول لن نتوقف عن استهداف الأمريكان الموجودين في القوائل العراقية إلا بعد أن يتوقف توقف إسرائيل عن قصف المدنيين في غزة والأمريكان يقولون لن نتكلم عن الخروج إلا بعد أن تتوقف الفصائل عن المقصف يعني البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة ونفس الشيء الطرفين يردون ضمانات من أجل أن يكون عدم استهداف لهم في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر